نظمت مؤسسة حياة كريمة قوافل السعادة في محافظة الجيزة تحديدا في منطقة حضائق أكتوبر التي توفر عددا من الأنشطة الترفيهية والندوات التوعوية وتتواجد قوافل السعادة التابعة لحياة كريمة في ثلاث مناطق وهي دهشور منطقة 247 وصولا للنقطة النهائية ومنطقة 104 بالإسكان البديل في حضائق أكتوبر في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة أطلقت المؤسسة قوافل السعادة في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الجيزة بهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية فكرة قافلة السعادة بدأت معنا مع اليوم العالمي للسعادة بالاحتفال بيها فقررنا نشارك أهلنا في اليوم ده عن طريق نعمل لهم قوافل التوعية وفي نفس الوقت تبقى لها حاجات هدايا للأطفال وده طبعا بالشراكة طبعا مع صندوق الأمم والطفولة وصندوق مكافحة الإدمان وطبعا مع مؤسسة حياة كريمة مبادرة يوم السعادة وحبنا نعمل نفس الدزاين أو نفس اليوم البروجرام اللي بيمشي معاه وفكرنا زي أن نخدم أهلنا في المنطقة ونعمل لهم يوم جميل وترفيه كويس في نفس الوقت نحن نهتم بصحة المواطن ونشجع الناس على التطوع معنا في حياة كريمة تتضمن القوافل وجود سيارة متنقلة لتقديم التوعية بشكل طرفهي تعليمي إلى جانب توزيع بعض الهدايا كما تتضمن عقد فقرات ثقافية فنية إلى جانب عمل المتطوعين على تجهيز إفطار لألف أسرة داخل مدينة حضائق أكتوبر نحن نوصل للناس إننا موجودين معاهم في أي حاجة ما فيش فرق بيننا كلنا كان أحسن يوم إحنا نيجي نفطر معاهم ونشاركهم حاجة زي كده نهاردة عموماً نحن بنعمل إفطار لألف بني آدم في كل حاجات موجودة في كزا فعالية بنعملها النهاردة في حفلات لأطفال وتوزيع وكده حياة كريمة عموماً بتقدم حاجة كتير جداً زي في توعيات ضد المخدرات والندوات عموماً عن الحياة وإزاي نقدر نساعد الناس نبدأ توعية من صندوق المكافحة الإدمان ثم نبدأ بإفطار الصائمين وتوعية ورشيات بالبقومبي الأظهر الشريف في قافلة كاملة بتبدأ من فطار لساعة عشر بالليل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحرص على المشاركة في كافة الاحتفالات والمناسبات عن طريق تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتي من شأنها ضمان حياة كريمة لمختلف الفئات جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري